للمرة الثانية خلال أقل من شهرين تم تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد أن قدم سياسيان لبنانيان شكوا جديدة ضد المحقق العدلي طارق بيطار التحقيق علق بعيد إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية في حق وزير سابق لتخلفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة يوم الثلاثاء وتقدم بالشكوى كل من وزير الأشغال العام غازي زعيتر ووزير المالية السابق علي حسن خليل العضو البارز في حركة أمل والذي أصدر بحقه مذكرة توقيف بعد عدم مثوله للاستجواب وكان من المقرر أن يستجوب بيطار المكلف بالتحقيق كلا من زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق هذا الأسبوع والاثنين اتهم الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله طارق بيطار بالانحياز وذلك بعد أسابيع من قول صحفي ومصدر قضائي أن وفيق صفا وهو مسؤول بارز في حزب الله حدد المحققة بانفجار بيروت الشهر الماضي بأن الجماعة ستزيحه عن التحقيق وشهد لبنان خلال الفترة الأخيرة مظاهرات حاشدة نظمها ذو ضحايا في جار مرفأ بيروت طالبوا خلالها بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة وذلك بعد دعوات انطلقتها منظمات حقوقية منها العفو الدولية وهيوميند راتس ووتش بهذا الشان يشار لأنه بعد مرور أكثر من عام على التفجير الذي دمر أجزاء واسعة من العاصمة بيروت وأدى إلى سقوط ألف الجرحى وأكثر من مئتي قتيل لم تصل التحقيقات إلى نتيجة تذكر فيما يرفض معظم المسؤولين رفع الحصانات عن النواب والوزراء للمثول أمام القضاء